كما أن الغناء قال بريد الزنا مفتاح للزنا وكما أن التطلع إلى الصور المحرمة مفتاح للعشق وكما أن الكذب مفتاح للنفاق وقال ولا يدرك هذا إلا من كان له بصيرة صحيحة نعم لهذا الإنسان أما أنت الآن تتأمل فقط أن فيه تبذير لأموال يعني باهظة لأن تصور الخمرة يخمر العقول يخمر هذا العقل ويذهبه ويزيله حتى الإنسان لا يدرك ويفقده التوازن يعني حتى الأضرار الصحية التي تكون على هذا الإنسان يعني لأنه هذا الخمر يتمركز في جميع أنهاء الجسد وخاصة خاصة في الجهاز العصبي ويقعد الإنسان التوازن ويفقد الإنسان التركيز ونهيك هذا الأمر خاصة إذا أثر على هذه المضغة وعلى القلب على هذه العضلة يعني الإنسان يعني يحصل له طرابات في نظم القلب تصوره قد يكون أحياناً بل غالباً مميتة أكيد واليوم الإعجاز شوف الإعجاز في النينتان وفي القرآن دينا لا ينتق عن الهوى نعم فاليوم العلم يبين أنه الناس اللي تشرب خمر يصيبها أمراض في الكابد ديالها بالأمس فقط كنا نتكلم عن الكابد الدهني فمن أسباب دياله هي الكحول والخمر والمسكرات كذلك الأشياء الأخرى في العقل دياله قادرة تضره فاليوم حتى في الناس ربما المشركين واللي بعد على الإسلام رغم يمنعهم أنهم يشربوا خمر بارك الله فيك طبعاً والآن حتى الأضرار الاجتماعية هذه أضرار نعم جسدية هذه تصيب الجسد وتصيب النعم أما الأضرار كذلك الاجتماعية الآن يعني الإنسان إذا كان من أهل السكر والعياذ بالله عذن الله من هذا فهو تجد دائماً في دوامة المشاكل العائلية نعم سواء مع والديه سواء مع زوجته مع أولاده وقد يؤدي هذا إلى الانفصال وتشرد الأبناء وغير ذلك نعم حتى في محيط عمله تصور حتى في محيط العمل تعوي يعني هذا يؤثر عليه فالإنسان قد لا يقوم إلى عمله موسيقى